تكتمل صفوف المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء بانضمام محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر المنتخب المقام حاليا استعدادا للصفر إلى الكاميرون والمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وانطلق معسكر المنتخب الوطني المغلق مساء الأحد الماضي بتواجد 19 لعبا من الأسماء التي أعلن البرتغالي قارلوس كيروش ضمها لقائمة الفراعنة ثم بدأ توافد المحترفين تباعا حيث انضم الثنائي أحمد حجازي ومصطفى محمد المحترفان في الاتحاد السعودي وجلاطة سراي التركي ثم محمد النني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي وأخيرا الثنائي محمد صلاح هداف الدور الإنجليزي ومحمود حسن ترزيجي لعب أساتون فيلا الإنجليزية وسيعقف الجهاز الفني خلال تدريبات المقبلة وتحديدا قبل الصفر إلى الكاميرون على تجربة عدد من الجمل التكتيكية وتدريب اللاعبين على طريقة اللعب التي سيتم الاعتماد عليه خلال مباريات البطولة القارية قبل أن يختتم الفريق القومي المعسكر بتجربة ودية مع منتخب الكنغو ويسهل الفراعنة حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأهم الأفريقية رحلة البحث عن اللقب الثامن قاريا بمواجهة نيجيريا في الحالي عشر من يناير الجاري ثم غينيا بيساو في الخامس عشر من الشهر ذاته فيما يختتم المنتخب مباريات دور المجموعات بمواجهة عربية مع منتخب السودان يوم التاسع عشر من يناير هذه البقرة المحببة دائما إلى قلبي مع الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل يا كابتن محمد صباح الفل مشرف ومنور صباح الفل يا كابتن أمه أخبر وحشني والله العظيم أنت وحشني أنت بقى لي خمس شهر يوم ما شفتكش كالعادة الشياك يا رب يخلي كالعادة كالعادة منور والله بس أنا الشياكة بس زعلان والله ما استنى بس ما عمرها أقولك شياكة وبدلع فيك من الأول نعم تمام عشان ربنا يدينا وربنا يكرمنا زعلان على أكريم ليه زعلان لا إحنا مش قليلين لا 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 امتخب مصر مش قليل فعش أجيب واحد يتحكي فيها يا مينو شمال إحنا أكتر ناس بندفع عنه لو تفتكر حلقاتنا كلها في طولة العرب هاي بتكلم على كالوس كيروش أه باتكلم على ما هو فيه غيره على الساحة اليومين دول وامتخب مصر كابتن أنا مش جايب واحد وقلنا عليه خبير وقلنا عليه السيفي بتاعه قوي عشان كل بطولة يخشها يقولك أنا مش أخدها أنا مش جايب واحد يمسك موتشين وياخد له في العشر شهور مش أقل من عشرين تلاتين مليون هو الجهاز الراجل اللي معاه سيباك من الجهاز المصري عشان يقولك أنا جاي موتشين تصفيات كاس عالم لا وبعدين محدش مفهمه ان احنا كنا كده كده هنكسب ليبيا وقابون وهنسعد مجموعتنا ونلعب لده بطولة عربية قالك أنا مش رايح هاخد البطولة خد رابع ماشي قلنا بيجرب وشكرناه وقلنا له كم بيكاس الأمم يقولك لا أنا مش رايح هاخدها أنا مبرح شفت تصريح لمدرب نيجيريا أنا معرفش لهو نيجيري بس معرفش اسمه مش فاكر نواليعب حتى يعني مش أكوشة ولا أموكاشي ولا الناس دي قال كلمة في أول ما واحد صاحب سأله قال أنا فرقتي محدش عارف لعب الضهر فرقتي محدش يقدر عليها كده على طول أنا خفت مع أن أنا عارف نيجيريا مش قوية قوي زي المغرب وجزاير أنا قاعد خفت بس المناسبة كيروش بردو قال أنا معي أفضل لعبة في العالم ما أخدش بطولة أفضل لعب بناكد نفسه ممكن يكون يقصوا درافة على الضغطة على اللعبة كابتن جوهري عملها جوهري مصري وكان لأ مونينيو لما كان بيخدش بطولات كبيرة يقولك أنا مش هنفس على الدول الإنجليزي أنا مش نفس على الدول الأسباني بس ما بياخد البطولة في الآخر بس يا كابتن أنا معاك بس ما ينفعش ألعب بشعور ممكن أقول أنا مش هنفس إنما أنا متفق مع اللي جايبني إن أنا مش جاي أخد بطولة ولا بتاعنا جاي ألعب كاس عالم مين اللي متفق معاه طب هو العب على إيه ولا اللي اتفق معاه لا اللي اتفق معاه طبعا يعني أنت بتفق مع واحد ولا مع اتنين على مية وعشرة مليون لأ وبعدين مين حسب على المشاريب هم كل مرة يجوا يعودوا على القهوة يعودوا يشربوا وهو وصحابهم وحبيبهم ويقوموا يمشوا وإحنا اللي نحسب كل مرة كده كابتن بكلمك بجد وبعدين يا ليتهم بيطلبوا طلبات ده بيطلب فخفخينة واللي بيطلب ساحة حاجات يعني يشرب شاي وقهوة مسحة ده لا ما أنا بقول لك 20-30 مليون في 10 شهور ولا في 7 شهور عشان تلعب مطشن لأ تصريحاته وبعدين ضريقته أنا زعلت من الصحفيين اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحافة عندنا قامة يا كابتن الصحفي زماني كان يوقف يتكلم مع مدرب المدرب بيعمل له ألف حساب مبارح أو أول مبارح شفت هو اللي بيسأل الصحفيين وموقف قول لي مش عارف إيه وقول لي إيه واحد بيسأله أنت إتاقه ده أربع حراس ليه الطبيعي يقوله عشان لو حصل هو ناسي من فيه كورونا وما جابش سيرته كورونا ألص فيه عشرين لعيب يشوتوا عليه كل يوم على الحراس مفيش مدرب بيعمل شوتين كل يوم أنا كريم ما هو الراجل ده لو فكرنا عمل إيه فيه إيه اللي تحترام للصحفيين يعني أنا بتكلم معهم بطريقة وحشة عجوة كل شوية يقول لهم حد يقول لي أحمد رفعت فين من ألفين مش عارف لألفين له كام انت عارف أنا أنا لو قاعد في المؤتمر الصحفي ده تمام بالنسبة لك روش عمل حاجة عظيمة جدا بالنسبة لك صحفي إيه بقى كل الأسئلة اللي بتتقلوا بيجاوب عليها ويقعد ساعتين ما يجيش ربع انت عارف طبعا المدير الفني المدير الفني يخش يقعد ربع ساعة ويروح يقول لك لا خلاص أنا استكفيت بهذه الأسئلة قاعد ساعتين يرد على كل الأسئلة رفض قال معلش أنا بلعب بالنحية التالية لا 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 حقك حقك قاعد ساعتين وقال جملة حلوة جدا قال إيه قال لك أنا ما بحبش روح أعمل لقاءات فردية عشان أديكم كلكم الحق واحد أنه كنت تسألوني وتسمعوا إجاباتي ما بيروحش يعمل لقاءات في التلفزيون وقال حتى وذكروا وسائل الإعلام عرضوا على أنه يعمل لقاءات وأكيد اللقاءات اللي بتقلوا عليك روش ممناسبة المشاريب يعني بيخلوس كتيرة أوش أه طبعا فهمين وهو راجل بيرفضها عشان يقعد مع الصحفين فدي بالعكس ده يستحق عليها الإشادة مش الهجوم أنه يحترم الصحفين ويقعد معهم ساعتين تمام بس الصحفين مش أكواف أسئلتهم اللي بيسألوا في صلاح سالم بيرد عليه في الاسترات الراجل بيقول له أربعة تجوان قال له لا قص بيشوتوا عليه كتير قول أنا فيه إصابات كورونا عشرين العيب بيشوتوا عليه كل يوم مفيش مدرب بيعمل شوتين كل يوم يعني أنت لو صحفي هتقول له مفيش مدرب بيعمل تمرين شوتينج أنت راجل زكي يا كابتن محمد أنت راجل زكي أصلا بشخصك بكلمك بجد بس أنت كمدير فني أنت قد في المؤتمر الصحفي في أسئلة بدل ما تقول لا تعليق أو تهاجم الصحفي أو تنتقده ممكن تلف لابتها تلفوا يمين الزمان الصحفة كابتن أو الصحفيين أو الإعلام عمتا كان دغري وكان بيشعجبوا السؤال والإجابة بيقولوا لا أنت مجبتينيش صح لنما أي موقع أو أي كان لازم تبعث ناس جامدة تقيلة في الأسئلة أنت دلوقتي الراجل فاكر أن الصحفة دي هي ده الجمهور المصري وهي دي أسئلة الجمهور المصري أنا لو واحد وقال لي أوه موقف وقل لي وبتاع أقول له أنا اللي جاي أسألك مش أنت اللي جاي تسألك طب أي تاني مدايقك لو قال إن أنا مش أخد كاس الأمم هقول له لا إحنا واخدين سبعة كاس أمم أي تاني مدايقك عشان أخش معاك في الدعم أنا عمال أقولي النهاردة هندعم وهنساند وهنشجع والله إحنا أكتر ناس بندعني إيه مدايقك تاني أنا لو لعيد كورة أنا اللي حراك قلت ومدايقك مدايق ناس كتير بس أنا مش مدايقيني ومش مدايق ناس كتيرا برضو والله أنا جايب لك مجموعة مجموعة أنا جايب لك نبض الشارع أنا جايب لك بتاع السوبر ماركت ها السوكري جايب لك المكواج والله العظيم تب تفتكر كيروش الناس مدايقة منه بصراحة اه أنا هقولي سألك سؤالي بصراحة عشان عمالي أنت بتجاوب بصراحة عشان استبعد أفشة نجم نجوم الأهلي واستبعد طريق حامد نجم نجوم الزمالك وبالتالي هو خسر جماهية الأهلي أو خسر جزء من جماهية الأهلي والزمالك اللي بيحبوا للأسف يعني برضو هقولها تاني اللي بيحبوا فرقهم او فنالة اكتر من منتخب مصر هو هو ودانا هو متفطم هو والأستاذ اللي جايبه في إنجادة اللي قاعد بياخد 500 ألف لأ ما هو متفطم مش هيستبعدهم لأ متفطم إلهي الناس بحاجة إحنا الغد المطش كمان ست أيام وإحنا عملين نقول أفشة ولا طريق حامد أنا عايز أعرف هيلعب إزاي وهيلعب أنا طريقة وهيلعب هيهاجم ولا هيدافع حيلا إحنا لسه بنتكلم على أفشة وطريق حامد هو ودانا في حتة الناس كلها عملة تقول لاختيارات اللي اختيارات غلست يا كبتل ما هو لو ما كانش عايزي وديني الحتة أنا سمعتك وعايزي يبقى عنده دعم ومساندة ومش فارق معه بقى طريقة اللعب ولا الخطة ولا التشكيل اللي عايزة يقول لك إيه لا أنا أخد جزء من لعبت الأهلي وجزء من لعبت الزمالك ورايح دماغي وأكسب الجماهيرين وخلاص لأ هو أنا ما اتكلمتش معه في الاختيارات واختر بس مش لما ياخد ياسين ويلعب له ماتش يقول لك حد كان يفتكر أن ياسين يلعب إيه عم ده الجهر يطلع عشام عبد الرسول وما طلعش الجهر الله يرحمه قال أنا طلعت عشام عبد الرسول قال لك حد يفكر ما روان داود يجيب جن إيه عم ده جاب جن في الأردن مع الاحترام للأردن على راسي وبعدين ما شفناه وش تاني وإحنا ما أنت حراك دلوقتي بتنتقد أن أحمد رفعت مش موجود وهو اللي جاب أحمد رفعت حلو حلو وبعدين قال هو فين 8-9 سنين هو اللي جاب أحمد رفعت هو اللي جاب وهو اللي استبعيده برضو مش طياني أنا بتكلمك على بيطلع يقول أنا حد فيكو كان يتوقع أن عبد المنعم يلعب ياسين يلعب إيه عم وأنت جيت كشف مواهب ولا جيت أخذ بطولة أنت مش كشف مواهب أو أستاذ أنا التصرحات الأخيرة دي مدايقاني منه أنا بقى معه فرقة أنت حطيته تشكيل أنت ورامي ونحترم وفيه 7-8 بره كمان أنت معك فرقة تكسر أي حد أنا لو لعيب عنده وسمعته في التلفزيون قال أنا مش رايح وكاس علم بس أنا هحمد أنا نفسي هميت أنا كنت عايز أدعمه بارح وأول كنت هدعمه بطريقة يعني وأقول التصريح ده يدايق أنت فاكر الكابتن جهر لما قال كده ما تحاجمش تحاجم طب تحاجم جدا بس رأخذ البطولة رأخذ البطولة معه لعيب رجالة معه كواليتي حاجة محترمة أنا معنا كواليتي حد جدا بس الكواليتي أنه هو يبقى ناخد البطولة إن شاء الله يا رب يا كابتن أتمنى أتمنى أنه ناخد البطولة هقولك ليه يا كابتن محمد أنا أعمال أخش معك إن شاء الله يطلع يغني في المؤتمر الصحفي يغني أغنية المكالسوم يغني يغني زي ما هو عايز هو بيغني علينا يغني صوته حلوة صوته وحش مش فارق معي أنا فارق معي أرض الملعب أرض الملعب بس نشوفه الأول في أرض الملعب يعني نشوف البطولة في كاس الوامر الأفريقية لما يبدأت لعب البطولة ساعتها بعد البطولة كل الكلام اللي منرفزنا نشيله لحد ما بعد البطولة لو لا قدر الله تعرف البلاد العربية بأسامي قدوا 30 مرة في الكرة مشت بشنطتها من المطار عشان أخفقت عشان قدلت مرة واحد في الإمارات قال تصريح ما عجبهمش تفضلي بش الناس بتخاف على شعوب مين اللي هيحاسب الراجل ده مين هيحاسبه على كلامه كابتن إحنا منهاش كبير إحنا منهاش تحت كرة مفيش صموا لقته في تحت كرة قالوا له مش هتتلعب البطولة قال لهم البدلة ولبستوهم ازاي الكاميروني وحتتلعب صموا لقته بالمناسبة على التصريح قال إيه يا كابتن بسمها التصريح شفتنا بقول لك إيه عشان ده صموا لقته صموا لقته النهاردة بيسألوه على المنصة الشرفية في الإستاذ اللي هتلاعب عليه المباراة اللي في تحت حقيقة قال لك المنصة الشرفية اللي هي المنصة الأهمية اللي هي المأسور الرئيسية عندنا يعني هيبقى قاعد فيها أساطير الكرة الأفريقية بالنسبة للرئيس الاتحاد الدولي وعضاء الاتحاد الدولي السلام كلهم يخشوا في الصف التاني وكمل بقى وقال دي مش عن صورية مني بس ماينفعش يبقى روجيمي لقاعد ووراء انبنتينو مفهود انبنتينو هو اللي قاعد قدامه وروجيمي له في المنصة ده حقيق ماينفعش طاهرة بوزيتيوب هو موجود وأحمد مجاهد يمسك اتحاد الكرة ماينفعش محمود سعد اللي كان بيعمل معنا مدير فني وبياخد اتنين جنيه وبيعمل معنا السنة اللي فاتت كرقصة قطاعات كل شوية كل عشرة أيام وكل شوية اجتمع ويدينا شغل ويجيبوا واحد بخمسمائة الف في الشهر بيعملش حاجة قول لي فينجادا فاد الكرة المصرية ايه لغاية سبعة تشهر موجود مين اللي جابوا برضو ما هو المهندس احمد مجاهد ومشي امبارح خلاص بقى انتخبت اتحاد الكرة بكرة ان شاء الله برضو جيني يا جمال علامة على راسي وانا عارف ان يدونك حين قبل ما تتكلم المهم نشيبنا من اتحاد الكرة نشيبنا من المهندس احمد يلعب والله يلعب ربنا يكرم يلعب بمجود اللعيبة والله يلعب بمجود اللعيبة من غير مدرب؟ مدرب يا كابتن البنيت اللي يصرح التصريحات دي انا مبسكش فيه خلاص انا بقولك مدرب ناجيريا ممكن يكون عارف ان فرقته عادية بقولك انا احسن فرقة عندي انا محدش يعرف يكسبني خوفني يعني دلوقتي المنتخب يلعب من غير مدرب يكسب؟ لا هو هيلعبه هم هيلعبه كافراد احنا لما الفرقة دي بتفوق احنا عندنا احسن العيب في العالم محمد صلاح وعندنا مرموش او رمضان وعندنا مصطفى محمد قدام او شريف وعندنا نص الملعب حلوة تريزيجي في نص الملعب دي وحمد فتح او النني والسلية السلية مش هيلعب يبقى النني وحمد فتح التلاتة دولار فيهم تريزيجي بيطير ممكن يبقى تحت الفرد رقم عشرة ويبتدي من تمانية والاربعة اللي ورا اللي هو اكبر مع الشناوي احنا قليل قوي بيخش فينا جوان ملعوبة يعني متلاقيش اختراكات ومنين بيخلاهم جامدين ويا اهو قبل ما ييجي لا احنا يعني قبل مع حسام البدري احنا مدخلش فينا جوان كتيرة برضه قوي يعني مش اللي هو حسام ما اتغلبش اصلا انا بحس ان كروش مدرب بيعرف يأمن كويس يعني ممكن بيعش عنده الاداة الحلو الممتع بس بيخلي الفرق اثابته يعني صعب تخسر مثلا انا قلت الكلام ده انا قلت الكلام ده من شهر قلت في البطولة قلت له احنا احنا مش سهل يخش فينا جون برافع ليك ماشي ده شغله كويس هو كان جون كان حارس مرمى انت فاهمني وكان بيلعب ايام الكرة ما كانش بالرجل مسكي بيقيت بس وايده رجل في الدهم بكلمك بجد قول لي انت كده بتخبط جلنا برضه جل مصريين يعني اللي هو احنا كنا بيلعب كرة بس كان مسلا لما كانت كرامي بيمسكها لا لا قبليكو بشوية بس كان فيه حسن شحاتة لو تعملت له في اخر الدنيا بيوقفها كان فيه الخطيب بيوقفها وهي في السماء في البورك تفاهمني اما دلوقتي التحذير الفروض عند الونجرايد بدل ما يرفع اروح ارجحها للجون الطريقة دي هتنتهي قريب الطريقة دي هتنتهي قريب ترجيع كتير للجون دي انت مهاجم ولك رجع الجون هتنتهي الطريقة دي قريب قوي احنا في كاس الونجرايد اتفرقت اتفرقت هو ده اللي علم العالم كله ترجيع الكورة لما كنت مسك المقاصة ساعة 2013 فكان معي امير عازمي مجاهد كان مساك ورا كانش لسه ترجيع الكورة ورا مكنش برجع الجون دي فكنت كايب واحد بتاع سكاوتينج قاعد فوق اللي هو بيقوله عليها التحليل ده اللي هو موازين الكورة دي رائده والارقام والحاجات دي فتجرب الموضوع فاني اقولك الحاجة لما اتخلص فساروخ مثلا في نص الملعب بصى عشر كور غلط كورتين مش عارف ايه كتير عازمي مرجع انا جبت له الاحصائية 14 كور غلط فبقوله ترجع حال مين قال للجون فطبعا قلت له لا مفاك بعد عشر سنين ابتدت ترجيع للجون دي فقلت له ده بدي انت كنت سابع عصر بقى كده تفاهمني الطريقة ماشي حلوة بس عايزة عايزة لعيب تقول تعرف ان كيروش هو بيختار قائمة منتخب مصر الكاسر الوامر الافريقية خلى كل واحد من عضاء الجهاز الفني يعمل قائمة وهم اختلفوا معاه على بعض اللاعبين هم كانوا عايزين لعيبة تخش هو عايزين لعيبة تخرج وهكذا فلح جاب محل الأداء وقال له قول للأرقام فطلع مثلا حد عايز أفشا لعيب عظيم طبعا فقال له لا بس أركام عبدالله حسن من أفشا في حيثة معينة هو عايزها مثلا فهو الراجل بيعتمد جدا على موضوع الأرقام ومحل الأداء دي رأيك ايه رأيي ان انا النهاردة في موتشين ثلاثة انا عملت تحليل أداء للعيب انا العيب ده دلوقتي مش في فورمته انت عايز تقنع ان اللي طاري حامد بقى له عشر خمسشار سنة فورمة عالية قوي ومشوفتوش قل يجي هو يقول لك عصده هم بعملش حاجة معينة خلاص انت حر هتيجي القفشة تقول انت أرقامك دلوقتي افرد قفشة مجهد موتش أو موتشين أو ثلاثة انت بتجيب تحليل الأداء والأرقام في الحتة دي ما ترك الأرقام على جنب ودرب أفشة وجهزه وشوف طريقة اللعب اللي بتعملها ايه وخليه يتعود عليها وخليه لعب انت عندك واحد مهاري انا بقولش أفشة أو عبدالله سعيد الاثنين يتاخدوا الاثنين عبدالله زي ما انت قلت لعيب أسطورة احسن للعيب انت فاهمني انما حتة الأرقام والكلام ده انا ما بقى اه ليها جزء والله يا كابتن ليها 2 من 10 و 3 من 10 وفي 6 من 10 للعيب نفسه زهنيا وبدنيا وفنيا ومزجيا وكل حاجة والله 2 من 10 للمدرب صحيح بس انما الارقام هي اللي تحدد مين يتاخد ومين ما يتاخدش ده في العيبة ما بتعرفش تمشي ارقامها حلوة ما هي بتجيله الكرة بيحطها الكريم بس ما بيبداعش ده يتاخد منتخب مصر بقول لكم معرفش يمشي فلا الارقام انا ما بعترفش جزء لسا بكملين هذا الحوار الممتع جدا طبعا مع الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجيل بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله جامل جامل براحة برضو يعني انه فرصة بنفرج على كورة انا كمشاجع ومتابع حلو فاطل التوقف ده نشوف كورة كمان مع انتخب مصر في فرق بتلعب ولعب بتشتغل وبتاع بالنسبة للمشاهد بالنسبة للمشاهد ممتازة لانه وبالنسبة للفرق ومديرين فنيين جايبين لهم خمس ست ماتشات على طبق منفضة حلو استعدادات حلو اي مش بدل ما انت بتتعب وتروح تجيب فرقه من هنا وفرقه من هنا وماتشات ودية 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 تزل وملهاش طعم وملهاش ده انت بتاخد حاجة ودية على شكل رسمي بص الحاجة الوحيدة اللي في المنظومة دلوقت اللي فيها انا شام مريحة كويسة بينها الربطة واتمنى اتمنى ان ما يسمعوش كلام الحرس القديم اللي موجود يمشي بدماغك يا مستر احمد دياب سيادت النائب والكابتن عماد متقي بيمشي بدماغه الناس دي تمشي بدماغك بص هنروح في حتة تانية مضيفة لان الناس دي جاية تخدم لوجه الله باين مبارح او اول مبارح القرعة فلتت شوية من الحاجة عامل يعني انا اول مرة ليها هوت كده منه يعني ما ازعلش مني هو راجل ده ضليع في الحاجات دي ولكن فكرني من عشرين تلاتين اربعين سنة كان عندنا في مركز شبعين شمس بعملوا دورات رمضانية في رمضان كان فيه ثلاث فرق جمدين منها الفرق اللي فيها المنطقة اسمها السعيد فكانوا يبعدوا برضو عن الفرق دي عشان يوصلوا دول للنهائي وده للنهائي كاس الرابطة ده معمول مفروض للفرق بتعمل قرعة مفتوحة ما تحط اهلي الزمالت في مجموعة واحدةوي المشكلة لا بس احما يعني اي بطولة في مجموعات في العالم في العالم افريقية اوروبية في اي حتة في الدنيا ادام فيه ثلاث مجموعات بتحط رؤوس لمجموعة تحط ليه ثلاث عشان هما اختيار كان اول ثلاث فرق فيb اهل زمالت مجموعة برامت سأخد بطولة في مصر لا اهو المعايير المعايير كده أول ثلاث فرق في آخر دوري هيبقى على رأس المجموعات أهل الزمالك برامة طرامة هي بيقوله بطولة السلسنة إيه أو كده الأولى طرق الجيش واخد بطولة تاني الكاس واخد كاس السوبر يتحط على رأس مجموعة الإسماعيل بتاريخه يتحط على رأس مجموعة ديش دعوه دوقتي مستوى إيه إسماعيل بتاريخه زي الأهل والزمالك بس بالمناسبة هي الفكرة أنا بحاول أرد رضيها أيوة أيوة اللوايح والقوانين والحاجات اللي هما حريفة فيها إن الكاس والسوبر هي بطولات اتحاد كرة مش بطولات رابطة لكن بطولات الرابطة هي الدوري بطولة الرابطة هي الدوري فهو ياخد من الدوري ما ياخدش من الكاس ولا السوبر الكلام اللي هما هيقولوه دوت أنا مش فاهمه زي القرع ما فيمتاش بيوان وبيتو بص أنا أهل زمالك ماشي على عيني وراسي أحط إسماعيل أحط طلاعي الجيش حط مصر حط حدس جندري عاش تبقى معايير سابتة بس يا كابت محمد موهو سنة جاية ممكن برامز بيبقاش التالت بالمناسبة الدوري السنة جاية بيبقاش برامز التالت فال كسرية أتمنى برامز ياخد بطولة لأ إن شاء الله يبقى أنا بقولك موهو يبقاش تبقى ورقة مواحد ماشي أنا أنا عايز ممكن هتتغير كل شوية بس تبقى معايير سابتة يعني ما يجيوش مسلا السنة جاية بالمناسبة يقولك لأ طب نغير بقى معايير رؤوش المجموعات هنا يبقى فيها كلام أنا معاك أيا كان ثلاث مجموعات أنا كان نفسي بس أشوف سيراميكا مثلا مصر مكاسة في النهاء غزل المحلة والمقاولين في النهاء إحنا كان من سنة التسعين عملنا كسل اتحاد كان زي التنشيطية عشان الدوري كانت تلغى كابتن جوري لو تفتكر واتعاملت يعني أكنا كانت زي كسر رابطة كان كسل اتحاد اسمه كل الفرقة اللي عابت فيه وصلنا في النهاء الاهلي والمصري وكسبنا الاهلي خدنا كساتها فحاجة زي دي يعني بس أنا عايز أقولك أن نسفر رابطة دي حتى في انجلتيرا حتى بتاع بتلاقي فرقة صغيرة بتلاقي وصلت النهاء انت الاهلي لازم يلعب في النهاء والزمالك لازم يلعب في النهاء وبرمز لازم يخش المربع أنا فاكرة لما تبوش على مجموعات الاهلي والزمالك وبرمز مساوية الثلاث مجموعات مجموعات متوزنة متوزنة وعلى فكرة مجموعة برامد صعبة جدا ده برامد زمعال الاتحاد والمصري على ما تذكر دلوقتي وفيوتشر بص الاهل مش داخل البطولة دي اخدها الاهل يوم تمانية هيتمرن مش الضبط الاهل من غير دولي والزمالك من غير دولي اه مش فرقة معهم يعني هي مش فرقة معهم قوي بس انا كنت احس ان ده هتبقى فرقة اول ما تبدأ خد بالك والله ليه بقى ان جميل الاهل وجميل الزمالك كاي فرقة جماهرية داخل فبطولة لو ودية اه لازم تخدها لو على كاس المج ده ايو هي لازم تكسبها فما فيش حاجة اسمها زي نفس كاسة بتاهمت خمصة انت لسه ايلها اه مش حاجة اسمها داخل بطولة ممكن اكسبها ممكن ما اكسباش لا فلاهل مزمالك كده اه بالنسبة لهم دي كده اه نفهاش خلاف يعني والله اعتمانة بس هي حاجة كويس ام يعني انا انا شايف بقولك شايف بتسمع الكلام بتاع ان اشرف بن شرقي ممكن يروح الاهلي سمعت الكلام ده كل شيء وارد اه طبعا كل شيء وارد الماني بيتكلم ماني توكين معك فلوس هتجدد اللعيب ده واشرف بن شرقي يعني راجل محترف يلعب بقى في زمالك اعب في الاهلي يلعب هنا يلعب هنا وانا شايف ان الاهلي لو لو فعلا هيعمل كده طلقة طبعا اشرف بن شرقي لعيب كبير بس انا اعتقد ان الزمالك مش هيفرط فيه بسهولة لا اصحوا عادوا خلص مع الزمالك انا عادوا مع عاية المسلم هيخلص انا قصدي حيديله الفلوس ولو ان انا شايف الفلوس مبالغة اوي حتى مع المدربين يعني المدربين اصعار بقى كتير اقوى على الاندر طلبات المعلنة او يعني المسربة لأشرف بن شرقي انا شايف انها لا تدفع من الزمالك ولا تدفع من الاشرف يعني ها بيتكلمه فيه تقريبا مجمل لا اسمعت رقم كبير يعني تكلم في الموسم الواحد 2 مليون دولار 2 مليون ونص 3 مليون دولار كتير ارقام ضخمة يعني مش مشكلة ان احنا بقينا الخليج يعني تتكلم تقريبا في حوالي 9 ال 10 مليون دولار في التلات سنين لا 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 حرام اه تكلم في حالي 150 مليون جنيه لا لا حرام كانت ان الفلوس في الكورة لطلباته يعني لا لا كتير اوي احنا دلوقتي كل الناس بتجدنا احنا مبعدش بروحوا السعودية ولا الامارات ولا قطر احنا بيجوا لمصر احنا بقينا ندفع احنا ضرراتنا كتير ولا هي حتى للمدربين انا بقولك فينجادا قاعد بياخد 500 الف جنيه كل شهر ليه كيروش بياخد 2 مليون جنيه في الشهر ليه بكلمك بجا يعني يا جماعة لا الناس بتتعف في الكلام ده الناس انت لو هتدفع من جيبك هتحاسب مش هتقدر انه ما الفلوس ده يازدفع سكيروش ده اسمي كبير مش اسمي صغير والله برضو ده في السي في هتلاقيه بقى في كل حتة مسيكله سنة مسيكله 6 شهور مفيش غير ايران اللي مسيكلها 6 سنين لان ايران مش فاضي للكورة وكلومبيا عمل معهم شغل كويس ده من كم سنة ريال مدريد كم معا جيل كابتن ممسكش ريال مدريد 9 شهور مش هتصدق البتاع لا ممؤقت بقى مش عارف ايه ولكن في نقطة كابتن ممسك ريال مدريد شهر واحد بيبقى مدرب جامل لا اصلا هو بورتغالي نحنا بيجينا مدربين يقولك مسك ناشئين انا معاك فيها ريال فيبقى مدرب كبير انا معاك هو مسك ريال مدريد فرقة كان فيها جيل زهب دفت بكها منظر شعال فكابتن برضو انا مدرب حراسمر ما يمسك منتخابات يعني فين دي نزوف مش شوية كان فيه برضو تردل تردل لا مش تردل تردل كان لعيب لا كان في المغرب سوري جيرجيري جيرجيري جالنا منتخى مصر كان حرسمرنا مش تردل انا عفوا ما اسمعتش عنه تاني حتى في المغرب بادو الزاكي برضو ما يعني ما بحسش بسوكلوهم بعد كده يعني انت مسكت ايران ماشي وقد دخلت بهم اتنين كاسعال لان اسيا مش زي افريقا كهربا تظلم ولا ظلم نفسه من دي علاقة بس كهربا اه انت لو في العالة تاخد قرار رحيل كهربا على سبيل عارة ولا تسيبه في الفرقات لا لا اودي عارة ورا لو من كهربا لازم اطلع العمر بيجري وكهربا العيب كويس وبعدين ما حرمناش يعني المراوان طب بينا عيش فيه لما لعب له موتشينو بتاعي بتادي اجيب جهون في التاني بتادي انا قول مراوان تاني انا عايش في كهربا تاني كهربا لو هفضل قاعد على الدكة مش هيلعب المسلمان يحطه في دماغه وخلاص عارف فيه كيميا كده بيحصل كلاش ما بين مدرب ولعب لو انت هتبقى مش هلعبك فانت يا كهربا لا لازم يطلع لازم يطلع ويظهر ويكسر الدنيا كابتن محمد شرفتني ونورتني كالعادة حبيبا كريم ما تزعالش لانا منفع بس انا والله غيرة غيرة محبش حد يتمطط علينا احنا جمدين يا كابتن احنا مصر جمدة جدا احنا جمدين ايو مصر منتخم مصر وشعب لعبي منتخم مصر طبعا شعب مصر طبعا لعبي منتخم مصر والجهاز الفني المنتخم وصحفين جمدين بس يردوا بس يردوا احنا كلنا جمدين ماشي ارتحت كده ارتحت خلاص نورتنا كابتن محمد شكرا جزيلا دي كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا وشوفكم يا رب على بك